موسيقى الرئاسات الثلاثة تبحث في عدد من الملفات والبرلمان يجتمع السفت لإكمال الكابينة الوثارية هيئة التقاعد العامة تسجل أرقاماً قياسية بالفساد النزاة تشكل رجاناً ميدانية لملاحقة الفاسدين النفط تعلن المصادقة على تثبيت العقود والتربية توجه دوائرها بتقديم قوائم المتعاقدين بأسرع وقت الأنباء بالتفاصيل من الرابعة أهلاً بكم ونبدأ من اجتماع رئاسات الثلاثة والذي ضم رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حيث أكد الاجتماع على أهمية توحيد الخطاب السياسي على المستويين المحلي والدولي والمضي في إجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل حسب ما تم التأكيد عليه في المنهاج الحكومي الاجتماع أكد أيضاً على ضرورة تشريع قانون الموازنة وأهمية تعزيز إجراءة حفظ المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الخطوات الإصلاحية بهذا الصدد في سياق آخر أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن رئاسة البرلمان قررت استئناف جلسات البرلمان الاعتيادية يوم السبت المقبل بيان للدائرة ذكر أن الجلسة ستشهد التسويت على الوزارات المتبقية فيما يتضمن الجدول تسع فقرات أخرى من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية حماية الاستثمار بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية وأيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي هذا وسلم الاتحاد الوطني الكردستاني مرشحيه لوزارة البيئة الشاغرة إلى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني القيادي في الاتحاد غيث سورشي ذكر أن الاتحاد قدم ثلاثة شخصيات للسوداني وترك له حرية الاختيار في المفاضلة وتحديد الأنسب للمنصب ونوه إلى أن الإعلام المركزي للاتحاد لم يصرح بتلك الأسماء فيما أكد سورشي أنه تم حسم ملف الوزارتين المتبقيتين في حكومة السوداني ومنح وزارة البيئة للاتحاد الوطني من جانبه يحذر المكون التركوماني في كاركوك من مغبة عدم تمثيله ضمن الكابينة الوزارية الجديدة فيما يؤكد عرب المحافظة أن تطبيق المادة 140 سيؤدي إلى عواقب وخيمة المادة 140 فشلت في إيجاد الحلول منذ أكثر من 20 سنة وهي مفتاح لحروب عبثية ولتنافس ولتناحر يبدو أن شدة تصريحات المكون التركوماني حول تطبيق المادة 140 من عدمه قد أخذت حيزاً آخر حيث تؤكد قياداته أن عدم تنفيل المكون ضمن الكابينة الوزارية الجديدة والقبول بمادة منتهية دستورياً ستولد موجة غضب شعبي سيخل بميزان التعايش السلمي أصل المادة في 2007 تم انتهاء صلاحية المادة وتم تفعيلها فيما بعد وبضخط الحزبين الكرديين قبل تشكيل كل الحكومات المتعاقبة لذلك نحن نعتقد بأن المادة 140 عندما وضعت في الدستور العراقي وضعت كقمبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة في هذه المناطق وبالأخص مدينة كاركو لذلك المادة 140 فشلت في معالجة المشاكل في هذه المنطقة المكون العربي يؤكد أن تطبيق المادة 140 سيؤدي إلى عواقب وخيمة فيما لو لم تتدارك القوى السياسية حجم التنازلات المقدمة مبيناً أن المادة مشمولة بالمادة 142 من التعديلات الدستورية بالتالي يفسر استحالة تنفيذها قانونياً كمكون عربي نتخوف ونخشى بأن المادة 140 هي القرض منها إقصائي وإجراء التغيير الديمغرافي إقصاء العرب من هذه المحافظة نعتقد أن هذه المادة تم نسيجها وخياطة غزلها وفق إملاءات كردية وبالتالي إذا كان هناك تنفيذ المادة 140 يجب أن يكون هذا التنفيذ وفق شروط قانونية وفق المادة 140 التي جعلت مادة 140 من ضمن التعديلات الدستور وبالتالي لمجال تنفيذها ما لم تعدل هذه المادة فيما يعتبر الكرد أن المادة 140 هي خارطة الطريق الوحيدة لحل مشكلة كاركوك والمناطق المتنازع عليها بعد أن تنفذ جميع بنودها الدستورية محكمة الاتحادية قد حسمت هذا الموضوع وهي مادة حية ودستورية ومن الطبيعي جدا أن ننتظر هذه المادة إلى واجهة مرة أخرى هذه المادة تعتبرها خارطة الطريق بالنسبة إلى المناطق المتنازعة لأن تضم بعض الفقرات الأساسية في هذه المناطق التي حدثت فيها تغيير ديمغرافي وتغيير سكاني ولا يوجد حل سوى تطبيق هذه المادة لحل هذه الأمور في هذه المناطق وكذلك من أجل استقرار هذه المناطق وبحسب مراقبين إن المادة 140 تحولت إلى مثار جدل متواصل بين مختلف مكونات المدينة سواء بشأن قانونيتها أو لأسباب أخرى من كاركوك مهند التميمي قناة الرابعة وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني بتشكيل لجنة تدقيقية مختصة تتولى مراجعة العمولات التي تستحصلها شركات الدفع للإلكتروني من المواطنين المكتب الإعلامي للسوداني ذكر في بيان أنه تم التوجه أيضا بتدقيق العقود المبرمة مع الشركات المذكورة وبيان مدى انسجامها مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ومحاسبة المخالف منها وفق القانون أعلنت هيئة النزاهة تأليفها فريق التحقيق الميداني لتسلم الشكاوى والأخبار الخاصة بشبهات الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة وذكر بيان للهيئة أن الفريق الميداني الذي تم تأليفه ستكون مهمته التواصل مع مقدمي البرامج التي تعرض عبر القنوات الفضائية لافتا إلى أنها مستمرة بتلقي البلاغات والشكاوى والمعلومات الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري من مختلف المصادر الأخرى وتحقيق فيها بتنسيق مع الجهات الرقبية المختصة وتحت مظلة القضاء تتحرك الحكومة الجديدة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج من خلال التنسيق مع المجتمع الدولي التمثل هذا التحرك بتشكيل لجان مختصة تتتبع وجود هذه الأموال في البنوك العالمية مساعي مبكرة بدأتها الحكومة لإعادة الأموال المهربة إلى خارج العراق ما قبل 2003 وبعدها التحرك تجاه كسب الدعم الدولي في المساعدة على استرداد المبالغ المنهوبة من خزينة الدولة أمر يساعد بإرجاع الأموال وإعادة المسؤولين الفاسدين الذين هربوها كثير من الملفات أو الشخصيات التي عليهم شبهات فساد مالي وإداري قد خرجوا خارج الحدود وبالتالي لا توجد صلاحية إقليمية قانونية إذا لم يكن هناك شراكة دولية فأمام السيد السوداني هو فتح شراكات في مجال متابعة الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال التي كانت ضحية لكثير من الشخصيات السلطات التنفيذية السابقة فشلت في عملية متابعة الملفات خارجيا الطرق الحكومية القديمة في استعادة الأموال المهربة خارج البلاد لم تكن قادرة على استعادة أجزاء بسيطة من الأرقام المالية الخيالية المحتجزة في المصارف الخارجية لعدم وجود الرغبة الدولية بمساعدة العراق على إرجاعها لذا يرى مختصون ضرورة اتباع أدوات الاتفاق الرسمي مع الدول الحاضنة للأموال المسروقة قبل مخاطبات الاسترداد اليوم العراق للأسف الشديد أرى بأنه أحتل المرتبة أو الدرجة 33 أو 33 أو 33 من 100 أي بالتسلسل 157 في مؤشر مدركات الفساد وهذا هو مؤشر خطير أعتقد بأن حكومة السيد السوداني ينبغي أن تذهب باتجاه أن يتشكل مجلس تنسيقي لاستعادة الأموال المهربة بالتنسيق مع دول العالم تشكيل لجان داخلية مختصة بتتبع وجود الأموال العراقية المهربة ومحاربة الفاسدين ثم تفعيل قنوات الاتصال والتعاون دوليا هذه المسارات تحتاج إلى تطبيق حكومي جاد قبل التحرك خطوة بهذا الملف ويحتاج العراق إلى فتح علاقات دولية جديدة في تحركه لاسترداد الأموال المسروقة في الخارج والتي تقدر بمليارات الدولارات مجمدة في مصارف دول كثيرة لم ترفع اليد عنها رغم محاولات الحكومات السابقة لإعادتها أحمد ليث بغداد الرابعة وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بإحالة أمير فارس كاظم مدير السفر والحدود في جهاز المخابرات إلى المحاكم المختصة وثيقة أظهرت أن السوداني أوعز أيضاً بإحالة المسؤول عن مطار بغداد إلى التحقيق على خلفية حادثة قطع كابلة الكاميرات في صالة سامراء ومنطقة وقوف الطائرات في المطار تنتشر ظاهرة الرشوة والابتزاز في دائرة التقاعد العامة بصورة كبيرة حتى بات هذا المشهد مألوفاً لمعظم المراجعين الذين ينون الحصول على حقوقهم ما أن تكتوي بإحدى النارين فلا خروج من بوابة دائرة التقاعد العامة نار الرشوة أو الابتزاز ولا نار أقل وطأة لنيل الحقوق بعد أن باتت الرشوة عنواناً يشرعنه معقبون يدعون وصلاً برئاسة الهرم لهذه المؤسسات أراجع للتقاعد العامة التقاعد العامة لكل تريد ادعاء جاء هذه المرة على لسان الحاج أبو منتظر أحد ذوي ضحايا الإرهاب يساوم من قبل وسطاء لدفع نسب تقترب من نصف المبلغ مقابل إطلاق بقية أمواله المستحقة أنا من 2006 استشهد شقيقي ضحايا الإرهاب وكملنا المعاملة والتحقيقية والهاي فقالوا القرار بقيت لـ 2016 مرة 2016 يالله نطيك المتراكم بعدين طلعت الهوية بالـ 2021 من 2021 لحد الآن أنا قاعد أراجع للتقاعد العامة تقاعد العامة أروح أكو محترامات سماسرة يم التقاعد العامة موجودين أروح لهم ياهل أقول لي 35% 40% 50% أقول لهم هل شنو 50% يعني شكيد يعني تقريبا نص المبلغ زيناني هو يعني مشاركني بخوي يعني تفاصيل المساومة التي تعرض لها أبو منتظر كان الضيزة بكل ما يحمله التعبير من إجحاف فإجمال مستحقاته المالية الذي بلغ 60 مليون دينار قسمته التقاعد على مرحلتين وفي الأولى التي بلغت 25 مليون اضطر لدفع ثمانية ملايين دينار منها للمعاقبين أما الدفعة الثانية فقد ضعف المبلغ فيها بحسب أقواله ولم يستلمها حتى الآن واحد شخص قال لي طلع لك ياهن المهم طلع لي 25 مليون أخذ ثمانية ملايين بقى 35 مليون يومهم بعدها هم راجحتي قال لي إيه تعرفت 35% يا الله أطلع لك ياهن فال35 تطلع إليه 11 مليون أو 12 مليون من 35 ونفس المعانات ونفس الهاي قلت لي يا أبي سهل وياهن هذا المبلغ تعرف واني والدتي مريضة تعبانة قال لا والله لأن هو مدير التقاعد ميت موافقة إذا مو كذا مبلغ يعني زيانان ما أعرف بعد يعني المنشتكي إذا هو يقول مدير التقاعد يأخذ حصة القد بالموافقة يسمونها الموافقة الخاصة بالنسبة لأبو منتظر عنده هو بالبداية أخ شهيد وأنه الأخ الثاني راح بضحايا الأرهاب هو راح بال2006 وظل معانات أمه مريضة كبيرة فهو يركض على أمه للعلاجات يعني تعبه وبالنسبة له موظف فما يقدر آخر شيء قام يركض على أخ روه هو يجي يسولف لي يقول هي شيء صارت القضية ماتي آخر شيء هو كمل ما عملته وقتل تقاعد العامة تقاعد العامة راول ويل قصة أبي منتظر ليست هي الأولى فالشارع مليء بآلاف من قصص مماثلة تغص بها وسائل الإعلام ومنصة التواصل الاجتماعي لأناس لا يجدون من يبثون له شكواهم فشبح الإبتزاز أو الرشا بات من العلامات المسجلة لكثير من دوائر الدولة التي ينخرها الفساد بحسب مهتمين مصطفى الوشع الرابعة بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اعلن وزير النفط حيان عبدالغاني المصادقة على قوائم تثبيت المتعاقدين وتحويل الأجراء اليوميين إلى عقود وذكر حيان في بياننا المصادقة شاملت فقط من مضى على تعاقدهم مع الوزارة وتشكيلاتها أكثر من سنتين لافتا إلى أنه تمت المصادقة أيضا على محاضر الأجراء اليوميين العاملين في وزارة النفط وتحويلهم إلى عقود وفق القرار 315 لسنة 2019 مشيرا إلى أنه تم إرسال القوائم إلى وزارة المالية من أجل استحصال الموافقات اللازمة لذلك وفي سياق قريب وجهت وزارة التربية مديرياتها برفع البيانات الخاصة بالمتعاقدين خلال مدة أقصى هتنا الثاني وسبعون ساعة وكشفت وثيقة أن الوزارة قد طالبت مديرياتها بتقديم إحصائية بالمتعاقدين معها وتقديم الكشوفات والبيانات الخاصة بهم وملء الجداول المتعلقة بهم لافتا إلى أنه تم استحصال وزارة المالية على تقديم الجداول والبيانات مشددة على ضرورة رفعها خلال اثنتين وسبعين ساعة أوضحت وزارة التربية أنه لا توجد نية قريبة لإغلاق ممثليها في إقليم كردستان بشكل كامل المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق قال إنه لا توجد نية حقيقية لغلق ممثليات التربية الخاصة بالنازحين المتواجدين في إقليم كردستان رغم استثباب الأمن واستقراره في المحافظة التي نزحوا منها لافتا فاروق إلى أن الوزارة بحاجة إلى ترتيب أوراقها فيما يخص أعداد الطلبة في الممثليات وأعداد المدارس والملاكات التدريسية بشكل يتناسب طرديا مع المتطلبات والاحتياجات وهو لا يعد غلق للممثليات بشكل تام هذا كان مقطع فيديوي قد أظهر تصريحات لوزير التربية إبراهيم النامس يتحدث فيها عن عزمه إغلاق ممثليات التربية في إقليم كردستان وأكد نامس في المقطع الفيديوي أن غلق المدارس وممثليات التربية في كردستان مع نهاية العام الدراسي الحالي من أهم أولوياته جاءت هذه التصريحات قبل أن ترفيها التربية وتؤكد أن هذه الممثليات ستستمر بعملها لحين حسم ملف النازحين أولويات أيضا سأحل مدارس الممثليات في الشمال نهاية العام الدراسي يرجعون المدارس سوى أنبار صلاح الدين أو موصل يعني إن شاء الله إذا موازنات مدارس طينية ماكو كرافانية ماكو دوام ثلاث أيضا ما أكدت لجنة الخدمات والأعمار النيابية وجود آلية سيتم اتباعها في إطار تحويل جنس الأرضي من زراعي إلى طابو صرف وقالت اللجنة في بيان إن القرار جاء مناسبا لتخفيف أزمة السكن والحد من تفاقمها ولفت البيان إلى أنه سيكون هناك تقييم ميداني حول الأرض الزراعية ودفع بدل رمزي من صاحبها من أجل تحويلها إلى طابو صرف مؤكدا أن الموضوع سيختلف بالنسبة للعشوائيات لقى قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك الأراضي للمتجاوزين استحسانا كبيرا من قبل المواطنين الذين يقطنون هذه الدور يأتي ذلك في وقت يقفز غالبية العراقين للسكن بسبب فساد القائمين على هذا الملف ينتظرون التطبيق لأنهم وعدوا كهذه الوعود مسبقا المتجاوزون أو ساكن العشوائيات يستفشرون خيرا بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء والتي وفق فيها على تمليك أراضي وتعديل تصميمها الأساس في العاصمة بغداد والمحافظات القرار الآخر لمجلس الوزراء نص على تمليك الأراضي للمتجاوزين عليها مما شيود دورا سكنية في القرى الكائنة خارج حدود التصاميم الأساس للمدن أخي العزيز نعم هذا القرار كل جيد وصائب يعني صائب من أجل المواطن الضعيف في الحالة الضعيفة اللي هو عنده مسكن ما أجل هذه المناطق العشوائية وجبيها القرار جيد كل جيد إحنا الدولة إذا تسوي العالم كل الناس تصيروا ياحي لأنه أغلب الشعب العراقي فقير يمت ما ملكت يمت ما فادت الفقير كل يصيروا يا الدولة وكل يأييد الدولة إن شاء الله يتنفذ برادة الله يتنفذ بحيال الله شا نريد إحنا نريد السلطر والسلامة بعد أمك وهذه الفقرة دلوا البالكم عليها بين أبينك العباس كلها عمالة وقاعدة وطالة تملك الأراضي التي تم تغيير سعمالها يكون بأعداد التصاميم القطاعية للمناطق المجمونة بأحكام هذا القرار لما ينسجم وتصميم المدن الحديثة وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها وبحسب التصاميم المعدلة يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكانية المناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز العدد السكان هي خمسة آلاف بيت تقريبا العشوائيات يعني هو أكو قانون بالدستور اللي يتجاوز خمسة آلاف بعد تتملك رسميا بالنسبة للقرارات احنا مرت علينا عدة وعود حكومات السابقة كلها وعود بالتمليك أو حل أو تعويض أو تزمه ولحد الآن ما شفنا يعني شوي ثقة هسا زحزح بين الحكومة والشعب فنأمل احنا أن نكون حلن طلب التمليك سيكون بشروط محددة ومنها أن يكون صاحب الطلب هو المستفيد الفعلي لأرض وفقا للجرودات التي تقدمها الوحدة الإدارية المعنية ولا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك ويجب تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز التسعين يوما من صدور هذا القرار وتبقى قضية العشوائيات مرهونة بيد القائد العام للقوات المسلحة الذي دعا لتمليك هذه الأراضي لساكنيها إلا أن المواطنين ما زالت ثقتهم غائبة بسبب الوعود من قبل الحكومات السابقة من بغداد حيدر نصيف قناة الرابعة وفي الموضوع ذاته يطالب الأهالي في صلاح الدين الحكومة بجعل أجور بدل الأرض رمزية وأن لا تسبب ثقلا على العوائل كون أغلب المشمولين بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية هم من الفقراء خطوات جدية ومتسارعة تسير عليها حكومة السوداني التي وضعت ضمن أولوياتها خدمة الفقراء ومحدود الداخل تفتح الباب لحل أزمة تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بعد أن عجزت الحكومات السابقة عن حلها أو الالتفات إليها فقد شكل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسماح لسكني الأراضي الزراعية تسجيلها ضمن العقارات السكنية ردود فعل شعبي في محافظة صلاح الدين إذ وجدها الأهالي خطوة إيجابية نحو إعادة تصميم المدن وحل أزمة السكن لدينا استعداد نصرف في مقابلة تتحول من أراضي زراعية إلى أراضي سكنية فتدري أنت محافظة صلاح الدين عموما هي 90% أراضي زراعية وهذا الشيء من جانبنا وجانب الطبق الفقير أنه يتحول من أراضي زراعية إلى أراضي سكنية استبشر المواطنون خير عندما سمعوا بهذا القرار المهم والمفصل في حياة المواطنين الذين يعانون من وضع اقتصادي منهك حقيقة وكثير منهم تحت خط الفقر هنا في المحافظة قرار جيد وسينعكس إيجابا على وقع المحافظة المعيشية للمواطنين بشكل عام وفي الوقت نفسه دعا مواطنون الحكومة المركزية إلى أن يكون استفاء إيجور بدل الأرض رمزية لا تسبب ثقلا على العوائل كون أغلب المشمولين ضمن الفقراء المفروض تكون الأسعار شوية رمزية وعلى قد حال المواطن للمواطن يعني إذا هو ما معتاز يروح ياخذ لبيت الملك ويقعد بيه لكن يعني هو المواطن حالة المادية تعبانة في مرة فإن من يلتجي يلتجي الأراضي الزراعية ولولتجاوزات وهالعشوائيات فإن يعني أكيد مع القرار قرار يعني كل شيء نقدمه والحمد لله والشكر بس إحنا نستعدين يعني لتعاونه إلى الدولة بس كون أسعار رمزية يعني يعني إحنا ما عدنا ما عدنا مكانيات وهي إحنا لو عدنا مكانيات ما جاء نستشتران الزراعي وتعتبر صلاح الدين من بين أكثر المحافظات التي تحتاج لتطوير تصميمها العمراني وتوسعة مدنها تزامنا مع زيادة الكثافة السكانية داخل أغضيتها محمد عادل ربيعي الرابع صلاح الدين نظم العشرات من موظفي بلدية ناحية برطلة في نينوى وقفة احتجاجية للمطالبة بتوزيع قطع الأراضي المخصصة لهم مؤكدين خلال حديثهم للرابعة وجود جهات تعرقل حصولهم على هذه الأراضي بداعي التغيير الديمغرافية والله خروجنا اليوم بهذه الوقفة الاحتجاجية أولا من أجل إنصافنا نحن نناشد السيد رئيس مجلس وزراء المحترم بإنصافنا ورفع الحيف والظلم الذي وقع على الموظفين من خلال توزيع أراضي سكنية الأراضي سكنية لها ضوء تعيماد الموظفين موظفين بلدية برطلة هم جميعا مستوفين الشروط والضواء التعليمات الواردة إلينا بخصوص التوزيع وهم لا يشملهم التغيير الديمغرافي باعتبارهم من سكنة سهل نينوى وهذا ما نص عليه كتب الواردة إليه من الموزارة والبلديات العامة والبلديات نينوى بعد استحصال موافقات أصولية ودستورية من قبل معالي وزيرة البلديات والإسكان بخصوص توزيع أراضي ومستحقات الموظفين البلدية فاجأنا بورود جحف حقيقة واختلاس وتماطل مع توزيع أراضي الموظفين ولدينا أسباب خاصة علما نحن من السكان الأصليين وعدنا إجراءات قانونية كاملة وموافقات رسمية نحن موظفي مديرية بلدية برطلة والمستحقين بتوزيع الأراضي السكنية ولدينا موافقات الرسمية بذلك لم يتم توزيع الأراضي بسبب امتناع رجال دين بالمنطقة على التوزيع ونطالب سيادتكم تحديد الجهة المقصرة بالتوزيع نعم للتوزيع تعهدت وزارة التجارة بتقديم مفردات البطاقة التموينية بتوقيتات محددة ونوعية من مناشئة عالمية داود أثير وزير التجارة أكد مضي الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال توفير مفردات البطاقة التموينية وبين أن الوزارة تعمل على أن تكون المفردات بتوقيتات محددة وضيفا أن وزارته تسعى لتجديد وتنوع المفردات وتطوير نوعيتها لتكون أكثر ملأمة للمواطن العراقي هذا فيما أعلن وزير التجارة أيضا ثيري لغريري إعادة تشغيل مطحنة ميسان الحكومية وأكد لغريري خلال مؤتمر صحفي بالمحافظة استحداث سيلو جديد في المدينة يستوعب الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين حسب توجيهات دولة الرئيس بالمتابعة الميدانية لإنجاز وإنهاء مطحنة الأعمار الحكومية باحتبارها مرفق صناعي مهم لأبناء المحافظة والإطلاع الميداني مع حضور السادة النواب والمحافظ وحسب توجيهة دولة الرئيس والنهوض بالواقع الخدمي ومرافق وزارة التجارة في المحافظة ملف البطاقة التموينية مستمرة سبق وإن قلنا ونأكد على أن البطاقة التموينية بجميع موادها إذا كانت طحين أو كانت مفردات السلة مؤمنة بشكل كامل ومسيطر والحمد لله لا يوجد مؤشر بارتفاع أسعار السوق تجعل السلة الغذائية ومادة الطحين التي تسلم من قبل وزارة التجارة ضمن كمية الحصة التموينية هي توازن للسوق شهدت النجف الأشرف إقامة مدينة صناعية صديقة للبيئة لتوفير المنتجات المحلية بظل مساع حكومية لتطوير القطاع الانتاجي في البلاد ودعم هكذا مشاريع مدينة صناعية متكاملة وصديقة للبيئة يتم إنشاؤها غرب النجف وفي صحرائها بالتحديد تتضمن العشرات من المصانع المتنوعة لصناعات انتاجية أساسية المعامل ستكون عبارة عن المشروبات الغازية للمواد الطبية للمواد أو المستلزمات الطبية أيضا للمرمر أيضا للجام في شتى أنواع التصنيع واتجهت الآن نحو الأراضي نستطيع أن نقول أراضي صحراوية في أعمارها واستثمارها لغرض تشغيل الأيدي العاملة ولغرض الانتاجات الصناعية والتجارية اليوم المدينة الصناعية صديقة البيئة هي مدينة تتكون من 6000 دونم في منطقة بحر النجف متعددة الأغراض وزارة الصناعة وعلى لسان وزيرها أكدت إنها ماضية لتطوير القطاع الخاص والعمل على هكذا مشاريع مؤكدة بالوقت ذاته بأنها سوف تتابع سير العمل والإنجاز وإنها لم تسمح باستغلال الإجازات الاستثمارية بأمور أخرى أكيد الآن الذي ينظر حولنا يجد إنها صحراء ولكن هكذا هي المشاريع الصناعية تبدأ بفكرة ثم بجهد ثم بوضع حجر الأساس وننتقل بعد ذلك إلى التنفيذ تحدثنا مع الأخ مدير الشركة المطورة وبكل وضوح وأمامكم الآن نحمله هذه المسئولية مسئولية أن تنجز الأعمال وفق ما مخطط له بأن المواطن يتطلع إلى قصف شريط افتتاح ولا يستوضع حجر أساس وتشغل المدينة الصناعية في حال اكتمالها ملاكات عراقية بنسبة 60% إضافة إلى خبرات أجنبية أساسية مدينة صناعية متكاملة تضم العديد من المصانع ستوفر عند اكتمالها العديد من المنتجات المحلية إضافة إلى تشغيل الآلاف من الأياد العاملة دحسين الشيخ الرابع النجف الأشرف عنوين النسر الرئاسات الثلاثة تبحث في عدد من الملفات والبرلمان يجتمع السبت لإكمال الكابينة الوزارية هيئة التقاعد العامة تسجل أرقاما قياسية بالفساد والنزاهة تشكل لجانا ميدانية لملاحقة الفاسدين النفط تعلن المصادقة على تثبيت العقود والتربية توجه دوائرها بتقديم قوائم المتعاقدين بأسرع وقت كانت هذه نشطة أخبار الرابعة للمزيد من الأخبار وإبدال الأرأي والملحوظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دوت تي في وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستجرام تيليجرام وتويتر شكرا لكم ترجمة نانسي قن прочة اشت Bang اشتركوا في القناة